هذا وعلنت قيادة شرطة محافظة بابل عن مباشرة اللواء خالد تركي رسمياً بمهام قيادة شرطة بابل وذكر إعلام القيادة في بيان إن اللواء خالد تركي جهاد الشمري تسلم منصب قائد شرطة المحافظة خلفاً لللواء المهندس علي هلال جاسم بعد أن وجه وزير الداخلية عثمان الغانم أمراً بإقالته على خلفية المجزرة التي وقعت في منطقة جبلة وراح ضحيتها عشرون شخصاً بينهم نساء وأطفال